موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين في هذا الفيديو سأشرح لكم درس حق البيئة الاعتناء بجمال البيئة والمحيط أولا سنتعرف على مفهوم البيئة البيئة هي المجال الذي يحيط بالإنسان من ماء وأشجار وجبال وهواء وكائنات حية وجمادات بعد أن تعرفنا على مفهوم البيئة سنمر للتعرف على المقاصد الشرعية للمحافظة على البيئة بمعنى آخر لماذا تأمرنا الشريعة الإسلامية قرآنا وسنة بالحفاظ على البيئة تأمرنا الشريعة الإسلامية للحفاظ على البيئة من أجل أو بقصد الحفاظ على الصحة سواء الصحة الجسدية أو النفسية أو العقلية فلا يمكن أن تكون صحيح الجسم والعقل والنفس في بيئة مضمرة وملئة بالنفايات المقصد الثاني وهو الحفاظ على التوازن البيئي فهناك روابط وثلاثل ترابطية تربط بين جميع الكائنات الحية فإذا انقرض أحدهما بفعل التلوث فإن التوازن البيئي يخسل وأول متضرر طبعا هو الإنسان تأمرنا الشريعة الإسلامية للحفاظ على البيئة بقصد تحقيق التنمية المستدامة ومعناها أن نسرك للأجيال القادمة ما تأكل أو بما تعيش كما تركت لنا الأجيال السابقة كذلك أمرتنا الشريعة الإسلامية للحفاظ على البيئة بقصد الحفاظ على سبل العيش والاستقرار في الأرض كل هذه المقاصد تصب في المقصد الأكبر وهو مقصد حفظ الضرورات الخمس كلها بقصد حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وأيضا حفظ المال فلا يمكن لدين أن يقام في أرض مدمرة فتوحيد الله عز وجل والإيمان به يقتد الوقوف على أرض سليمة صحيحة في بيئتها وفي محيطها وبالتالي سلامة النفس والعقل والعرض والمال لكي تتحقق هذه المقاصد لا بد للمسلم من أن يبادر لحماية بيئته من الإفساد وأن يلتزم بواجباته والتزامنا كمسلمين بواجباتنا يقوم على وجود تدابير عملية مصبقة حتى تتحقق جميع المقاصد أول واجب وهو تجنب الإصراف في الماء وتلويته ولتحقيق هذا الواجب يجب أن نزرع الحس البيئي في تربية الأبناء من واجبنا أيضا العناية بغرس وسقل النباتات ومن التدابير لتحقيق هذا الواجب تشجيع حملات التشجير وإحياء الأرض المواد من واجبنا كمسلمين الرفق بالحيوان ومن التدابير العملية إنشاء محميات طبيعية كذلك من واجبنا كمسلمين أن نحافظ على نظافة المحيط ومن التدابير العملية للحفاظ على نظافة هذا المحيط إماطس الأدى عن الطريق وضع النفايات في مكانها المخصص تنزيل العقوبات القانونية على المعتدين على البيئة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الويديو أتمنى أن تكونوا استفدتم منه دمتم في شفر الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته